السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع التدرب على حل وضعية المشكلة بتحديد المطلوب إذن دعونا نبدأ الوضعية الأولى بمناسبة حلول عيد الفطر شرت أمي الحلوية التالية أضع علامة X أمام المطلوب الممكن في هذه الوضعية أبحث عن ثمن الحلويات الوضعية الثانية وزع مدير المدرسة طوابع جمعية التضامن على تلاميذ السنوات الثانية كما يبينه الجدول التالي أسطر المطلوب الممكن في هذه الوضعية أبحث عن عدد الطوابع التي وزعها المدير على السنة الثانية دلافين أبحث عن عدد تلاميذ السنوات الثانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر